تحديات كبيرة خاضتها المرأة اليمنية خلال العقود الخمسة الماضية وإنجازات مهمة حققتها على الصعيد العام كان أكثرها إبهاراً تلك التي أنجزتها أثناء ثورة الشباب السلمية عام 2011 لعبت المرأة إبان تلك الثورة دوراً متميزاً عكس مستووعيها بواجباتها وحقوقها المدنية والسياسية فقد كانت الشهيدة والمناضلة في الساحات والمسيرات وكانت الإعلامية والمتحدثة والطبيبة في مشهد الثورة الكبير جاءت مشاركتها في الثورة من إيمانها بأنها شركة الرجل في الدفاع عن الحقوق والحريات وفي عملية البناء والتنمية لذا كانت النتائج التي حققتها المرأة اليمنية في ثورة 11 من فبراير مبهرة فقد منحت القيادية البارزة في ثورة الشباب السلمية توكل كرمان جائزة نوبل للسلام وهي أول امرأة عربية تحصل على هذه الجائزة الرفيعة توالت نجاحات المرأة اليمنية عبر الحضور الذي حققته على المستوى السياسي والاجتماعي والحقوقي والإعلامي فكان ثمثيلها ملحوظا في مؤتمر الحوار الوطني الذي وصف بأنه أحد الانتصارات المهمة التي حققتها المرأة وأثبتت من خلالها قدرتها على الكفاح والنضال والمواجهة وكون الثورة بذاتها وأثبتت للعالم أنها قادرة على التغيير